كل شكر لزميلة لارا زايد العاملين في دائرة الأخبار في مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية يوم نقول صباح الخير صباح الغذاء الصحة والتغذية والعافية والسلامة بإذن الله تعالى مشاهدين العزاء ونتحدث عن زيادة الوزن والتي تعتبر هاجز كبيرة عند البعض والكثير ممن يعانون من زيادة الوزن يسعون باستمرار البحث عن طرق جديدة لإنقاص الوزن واليوم نتحدث عن حمية الماء والتفاح لكن هل هي صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة مع ضيفتنا الآن داخل الستوديو أخصائية التغذية رزان حجاوي أهلا وسهلا بكم يسعى تباحك صباح الخير كيفك؟ ممتازة الحمد لله الله يسعدك لما منحكي عن عنوان حمية الماء والتفاح صح أم خطأ؟ الإجابة معك أكيد خطأ يعني مش عارفة من وين بيطلعوا لنا كل فترة وفترة موضة يعني أكتر من شخص صار سائلني أشو رأيك فيها؟ طب خلينا نعرف شو القصد فيها لحمية الماء والتفاح يعني مع بعض مع المي بتحطي تفاح ولا كل إشي لحال؟ خلينا نفهم هم حميتين فيه بدمجوهم طبعا لازم يعني بالنهاية إحنا منعتش بس حمية التفاح طبعا من ضمنها المي اللي هي بفتر تفاح بتغدى تفاح وبتعشى تفاح بوزعوهم غالبا تنين تلاتة تنين يعني فتوري حبتين تفاح بس لا مع بردآنة ولا مع نجاصة ولا مع أي شيء والغداء تلت تفاحات والعشى تفاحتين وبينهم تفاحة تفاحة طبعا وبشرب مي هاي ينتهي يومي بس هيك طول النهار؟ بس هادا طول النهار هاي طالعين فيها موضة الشخصص بين عنه رح ينحف لأنه ما في طاقة ما في سعرات حرارية بالمرة بس هيك بيأدي لمشاكل جسدية تانية يعني كتير كبيرة طبعا ألا في ناس للأسف بدهم ينحفوا بأي طريقة يعني كبسة زر بكرة في دمي فيه ويلاء والميزان نازل كيف الوردي أما الفكرة أنه يعني بيأزوا حالهم ممكن يعني مثل التفاح ما في بروتين ما في دهون مفيدة اللي هي فيها فيتامينات ألف دال كاف وها هدول مش موجودين فبالتالي رح يأثر على العدم رح يأثر على العضلات رح يأثر كطاقة ما في طاقة كفاية لما إحنا نحكي تقريبا الشخص الواحد مننا بالوضع الطبيعي اللي نفرد بده ألفين ألف ومئتين سعر حرارية التفاحة الواحدة فيها تقريبا خمسين سعر الحب الوسط طب فعليا لما بيعتمدوا بفطورهم أو غداهم عشاهم على التفاح هو بشبع يعني هلأ هو رح يشبعوا بشبعوا بس لحظة يعني بشبعوا هلأ يعني النهار طويل يعني الاربع وشرين ساعة عيمة منها تمانية نوم صفة الوقت المتبقي كبير إذا بنا ناكل فيه بس تفاح إحنا رح نجوع بشكل كتير كبير ألياف ماشي سكر طبيعي عيني وراس فيتامينات ومعادن عالية رائعة عملية الأيد بتكون أسرع لربما كمان تمام لأنه ما في ما في يعني إحنا إحنا إمتى عمليات الأيد تبطأ شوي صغيرة أو بتاخد وقت شوي لما يكون الأكل دسمي لما يكون فيه بروتين عالي بتاخد معنا وقت لا نهضم بس تفاحة يم مع السريع بالطير فهذا طبعا غلط للأسف الناس اللي بيتبعوها ولفترة طويلة رح يشعروا بالإرهاق ل يعني على مدار كم يوم بيستمروا بهذه الحمية لحتى يلاقوا نتيجة أهلا هو فيه فيه ناس أسبوع مثلا فيه بيعملوها يوم بعد يوم طبعا هي غلط يعني أنا ما بحب أحكي بالتفاصيل أشياء الغلط بس من باب التوعية لازم نحكي لا لا لازم نحكي الحمية الثانية حمية المي فيه ناس إنه بعيشوا اليوم بس على المي لمدة يا إما النصف الأول من النهار يا إما النصف الثاني من النهار فقط مي يعني إما من الصبح للعصر أو من العصر للمساء مي بس يعني ما بشربوا شاي ما بياكلوا فواكه ما باكلوا خبزة مي سادة من الحنفية بشربوا ويعطيهم العافية طب يعني المي مفيدة مفيدة جدا بس إحنا لما نحكي إنه يعني المي رائعة للبشرة رائعة بتقي من الإمساك بتساعد بعمليات الأيد بتساعد بالهضم بتغسل كل القنوات الهضمية بتعطي طاقة للدماغ مي سفر سعرات حرارية بس هي المغذي الصامت إحنا بحاجتها لازم بس أنا ما أكل وأشرب بس مي طب من وين بدي طاقة الجسم بده طاقة لعمليات التنفس عشان أعرف أرمش عشان قلبي يدق عشان الحركة تكون صحيحة الحركة لا إرادية كمان داخل الجسم غير إنه الأعصاب العضلات السيالات كلياتها بدها طاقة الأشياء اللا إرادية هاي من الطاقة بناخدها طب أنا إذا ما أكلت وما عندي طاقة من وين بدي أجيبها وكمان بفصل الشتاء إحنا بحاجة للدفع والطاقة من المأكلات 100% طبعا طبعا فهي للأسف يعني عم تطلع عنا موضات غريبة شوي الناس تتبعها بس هلأ اسألي أي شخص يعني خلينا نحكي هلأ لو نزلنا تحت على ساحة الجامعة بين الطلاب يعني أعتقد ويعني الأغلب إن شاء الله يعني ما يكون هيك بس إنه أغلب الأشخاص عندهم نقص فيتامين دال أو فقر دم أو نقص بيتولف اسأليهم ليه بطلع نتيجة عداد غذائية خاطئة إحنا بإذننا منعملها سواء تغذية خطأ أو مثلا شرب الكافيين العالي جدا هلأ سواء قهوة بشاي ولا اكس ال ولا مشروبات الطاقة بشكل عام ولا مشروبات غازية أو المشروبات الكافيينية اللي صارت بسهولة منشتريها من أي مكان بكل بساطة هاي كل ما ناخد كمية معينة من المشروبات العالية بالكافيين جسمنا بيخرج جزء من فيتامين دال اللي مخزن داخل عظمنا هيك بالوضع الطبيعي مع البول هي كلها مدرات للبول وكل مرة بنشرب شوي الجسم بيخرج شوي فاللي بيشربوا كتير الجسم أخرج كتير وإحنا ما منعوضوا من خلال الأكل فبالتالي أغلبنا عنا نقص بفيتامين دال نتيجة يعني هاي عادة من عادات كتير بتأدي لنقص فيتامين دال لشان هيك صورة نشوف الصغار كمان عندهم احنا ممكن نحكي عن طريقة تانية يستفيدوا منها وهي ديتوكس الماء اللي بيكون مي وفواكه بالزبط هاي رائعة الطريقة اللي هي ايش مي عادية لا باردة ولا سخنة ننقع فيها يعني مي لو قلنا لترين مثلا من الصبح بكير حطينا فيها شوية ليمون أسهل طريقة وأرخص طريقة اللي هي حبة حامضة ليمونة نغسلها من برة بيقشرها في بزرها كاملة منحطها شرحات منحطها في قلب وعاء الماء وخيارة وشوية نعنع عرق نعنع لو حطينا هاي نتركها تلت أربع ساعات منقوعة من الصبح بالماء وبعدين نبدأ نشرب فيها نمزمز عليها أمتى ما بدنا قبل الأكل بعد الأكل واحنا عطشانين واحنا مش عطشانين بالزبط بأي وقت هاي بتطرد الجسم من السموم بتنقي الجسم بتخلي عمليات الأيد تعلة كتير فبالتالي المعني بقصة الوزن يجربها رح يستفيد ليش؟ لأنه دائما نحكي فكرة الديتوكس جسمنا ملان سموم سواء لما ناكل مواد غذائية فيها منتجات صناعية فيها أصباغ فيها خلينا نحكي أسميدة كيماوية أو أنا ماشي بالشارع تنفست غازات سامة أو دخل سموم داخل جسمي فزي بالزبط الغرفة اللي مكركبة بدي أمشي فيها وكل شوي أدقر بإشي صغير رح أدقر بكنباي بطاولة التعتر بالسجادة إذا رتبتها رح أمشي بكل الريحية نفس الشي الجسمنا لما يكوني مكركب عمليات الأيد بتكوني كتير بطيئة في ناس بصير عندهم شحوب تحت العين شحوب البشرة بشكل عام بكون عندهم كسل خمول ليه نتيجة كثرة السموم اللي داخل جسم بغض النظر شو سببها أو مصدرها نحن ممكن ننظفها عن طريق الديتوكس الماء أو الماء بالزبط اللي هو تنظيف الجسم من السموم هذا رهيب يعني اللي بيجربها هاي أبسط الوصفات فيه كتير وصفات بس هاي أبسطها نجربها لو كل يوم شربنا هذا اللتر على الأقل نعمله رائع جدا طيب برزان بما أنه من أول ما بلشنا يعني حديثنا عن حمية الماء والتفاح يعني نستغلهم بيوم كامل بس نعيش على التفاح أو الماء لكن احنا كيف ممكن نستغلهم بانهارنا العادي لحتى نساعد في تخفيف الوزن يعني احنا بأي طريقة أو شكل ممكن ناكل التفاح ونستعمله بأكلنا وبأي وقت كمان تمام سؤال حلو الماء نقدر قبل كل لقمة بنا ناكلها نشرب كاسة ماء حلو هاي نقطة ايش ما بدي أكل أنا بدي أحط أفطر خبزة ولبنة وجبنة وحمص أحط أشرب كاسة ماء الصبح حريق بكون ممكن أشرب ماء على الفطور قبله كاسة ماء قبل الغداء مش مع قبل الغداء كاسة ماء بين الوجبات امتى ما جيجي على بالي بدي أاخد وجبة خفيفة بدي أكل حبة فواكه بدي أعمل سحن سلطة بدي أكل بوشار دورة ايش مكان كاسة حليب قبلها كاسة ماء هيك بكون أنا أغنيت جسمي بشرب الماء بنفس الوقت لما أشرب ماء ومباشرة أكل بسرعة بشبع فباجي أكل بيكون في شيء وسع كتير كبير لا الأكل بشبع على طول فالموية بتساعدنا جدا التفاح رائع جدا منقدر ندخله كحسة الفواكه إحنا تقريبا للشخص البالغ بحاجة على الأقل حبتين فواكه طول اليوم بغض النظر شو نوعهم طبعا أنت تراوح السعرات الحرارية من نوع لنوع الفواكه التفاح معتدل ما فيه كتير ممكن أخذ حبة تفاحة دايما منقول الحصة الوحدة لازم إيدي تكون عاملة تقريبا هيك إذا كانت فاتحة مثل الرمانة مثلا بيكون بدي نص حبة الكلمنتينة كتير صغيرة الإيد ممكن يتغمض ممكن أكون بدي حبة ونص أو حبتين حسب حجمها بس الحبات الباقية اللي هي صنف التفاح البرتقال أجاص الفرسمون ما شفيه كمان هلأ فواكه الموز إذا حجم وسط هدول حصة 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 تقريبا بيعطونا 60 سعر حرارية فهي معتدلة طبعا يتراوح زي ما قلنا السعرات الحرارية تقريبا 60 ممتاز أنا بدي حصتين من الفواكه باليوم على هذا الحجم لو أخدتهم من التفاح بيكون سعراتي في السليم إن شاء الله فبقدر أدخلهم طب التفاح الأحمر ولا الأخضر الأخضر فيه أقل الأحمر شوي أحلى غالبا والأصفر شوي أحلى مقارنة بالأخضر فبالتالي اللي بيستخدموه بالريجيم والحمية هو التفاح الأخضر مش شرط بس مفضل أكتر للكتير موسوس بعداد سعرات الحرارية باليوم نعم وأكيد دائما نحب نقترح يعني اقترحات بالناء خاصة أن نستغل وجودك معنا كونك أخصائية تغذية ونقول إذا فيه ناس عن جد مضطرة أنها تعمل رجيم قاسي وتخفف الوزن بأي شكل أو أشكال بسرعة قياسية ممكن أنه نعتمد على مثلا الفتوش بما أنه فيه كل أنواع الخضار والألوان الطبيعية وفيه كمان نقدر نحط خبز يعني فيه كربوهايدرات وطاقة فممكن أنهم يعيشوا على الفتوش ومش على التفاح الفتوش ينقصوا إيش؟ بروتين لو قلت سلطة يونانية مثلا مع شوية جبنة بيضة لسها أهون شوية صغيرة ممكن آه شخصية تغدى اللي بده يم يعني إشي سريع كتير تيجي نحالات مثلا بكرة عندي عرس أو بآخر الأسبوع عندي مناسبة معينة لازم الفصان لازم المشاير في إيه يدخل مثل هدول ممكن نعتمد رجيم السوائل لفترة قصيرة جدا اللي هو زي العامل طواحين وبيقدرش يمضغ إشي كله بلع بلع شوريبات بدون ماجي طبعا عصائر طبيعية على الآخر من غير بوزة ولا إضافات صناعية اللبن حليب هذا كله بلع 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 ضمن حد معين ممكن أن نوزعه فطور غدا عشاء وبين الوجبات بساعد بتنزيل الوزن بسرعة بس لفترة قصيرة ما منطول كتير عساس ما نضعف العضلات في منطقة الفكين إنه تتعود على الكسل إنه هي ماء الهداعي فكله بلع بس هذا بنزل الوزن إذا معني حدا فترة كتير قصيرة ينزل طيب بفترة الصباح أول ما نستيقظ من النوم إيش بتنصحي أنه نتناول إيش بيمدنا بالطاقة وما ينصح المثالي نشرب مي اللي معني مثلا نتفرع أكتر شرب المي هو المثالي اللي ما يتفرع اللي معني عفوا بمنطقة بطمو شوي صغيرة مي مع عصرة ليمون هاي مثالية بتمحي الكرش بتنقي الكبد من سموم بتعطي نضارة البشرة بتمنع الإمساك على الريق هاد أحسن إشي وقبل النوم؟ ما فيش إشي ما فيش إشي قبل النوم لنكون قبل النوم بأكم ساعة من هنا أكلنا أكيد إن شاء الله كل تحية للمعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها وكل الشكر لوجودك معنا يا سعد صباحك رزان شكرا إليك وصباح الخير